المزيد ينضم إلينا من لندن مراسل الغد محمد أهداف هذه المظاهرة ومن الجهات الداعية نعم الجهة الداعية هي منظمة حركة مجاهد خلق التي تقوم بهذه المظاهرة أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية الاتهامات هنا موجهة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تطالب الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بضرورة محاكمة على ما يسموه بجرائمه عام 1988 عندما كان مدعيا في طهران المعارضة الإيرانية ترى أن رئيسي متورط في قتل أكثر من 30 ألف معارض خلال ثلاثة أشهر عام 1988 وتشهد عديد الدول الأوروبية مجموعة مظاهرات تزامنا مع الكلمة التي سيلقيها اليوم الرئيس الإيراني في الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة محمد الفنيش مرسل الغد كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر